بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لبس عليكم بخير كانت من شاء الله تكونوا مزيان إذن مرحبا بكم في صحيح الفرض الثاني دورة الأولى السنة ثالثة إعدادي كما تشوفوها در بالنسبة للمصار عام لكن رح نفس الدروس اللي عند مصار عام عند مصار دولي بالنسبة للفرض الثاني لهذا تلميدي المصار دولي حتى انتم ما استفدوا من هذا الكنترول لأن الأسئلة رح نفسها فقط هنا متروحة باللغة العربية وفي المصار عام كتكون باللغة الفرنسية وكما تلاحظو رح فقط غير واحد جمال قليلة واحد كلمة قليلة اللي هي اللي مترجمة أما الرموز رحي نفسها دونك نبدأ على بركة الله عندنا في هذا الكنترول ثلاثة ديل التمارين تمارين الأول كيخص التيوريم ديل فيطاغوس ثم تمارين الثاني ديل طاليس وتمارين الثالث عندنا في أولا لكم تاريزون وكما كنتشوفو هنا عندنا طيار اللي هو لانكادرومو بالفرنسي دونك نبدأ على بركة الله وقبل ما نبدأ وراء الكنترول غدا نخلي لكم في صندوق الوصف حاولوا تخدموه عاد شوفو التصحيح إذن نبدأ على بركة الله التمارين الأول السؤال الأول MNP متلة قائم الزاوية في M بحيث MP كيساوى 4 جدر 5 و MP كيساوى 5 جدر جود أحسب MN إذن هنا غاد نطبقوا المبارهنة ديل فيطاغوس المباشرة إذن لدينا المتلة MNP قائم الزاوية في M هذا الفيجور لا أعطيكم هذا الشكل دبع هذا غيب باش ننسهل عليكم وتفهموه هذا ما تكتبوهش في الورقات المتاحة يكفي أن تكتب لدينا المتلة MNM متلة قائم الزاوية في M إذن بما أنه المتلة هذا قائم الزاوية في M إذن قرأنا كراء الكوتي الكبير هذا كيساوي هذا Ocari زائد هذا Ocari هذا Ocari الكبير اللي هو الوطر الإبوتونيز هذا Ocari كيساوي هذا Ocari زائد هذا Ocari كيساوي هذا Ocari كيساوي هذا Ocari Ocari كيساوي هذا Ocari 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 كيساوي MN Ocari 2 50 لدينا 80 50 MN كارك 40 80 50 40 40 MN إتقال 2 40 2 20 80 أجل د 20 20 22 22 22 أف كيساوي ستا وأو جي كيساوي تسعود نبين أن المثلة أف جي قائم الزاوية إذن باش نبينو هاد المثلة قائم الزاوية عن طبقه في طاغوس العكسية إذن عدنا هاد المثلة هادا خصو يكون قائم الزاوية دون كما كتشوفو أنا مباشرة وضعت هاد النوقات علاش لأنه كيبال ليه أن جي او هو الضلع الكبير لأنه هو تسعود تسعود هي أكبر عدد في هاد المسافات هادا لدينا إذن بدون نحسبو المسافات أوكاري إذن عدنا او اف أوكاري كتساوي 45 والجي اف أوكاري عدد ساوي 36 والجي او كاري عدد ساوي 81 جيد إذن الواتر هو جي او علاش لأنه عنده أكبر مسافة لأنه أكبر ضلع في المثلة او جي اف ولكن جي او هو الواتر إذن يكفي أن نبين او جي او كاري كيساوي هاد او كاري اللي هي اف جي زائد او اف او كاري لنحن نبين او جي او كاري او كاري زائد جي اف او كاري كيساوي 45 هده 45 وهده عدت نها 36 اللي اللي انا دجاجة حسبناهم هنا هده 81 إذن جي او كاري او كاري muchaهل غادي ساوي 81 إذن هده كتساوي 81 وهذه حسبنا القيناة 81 إذن ره ج أكاري كيساوي أف أكاري زائد ج أف أكاري إذن حسب مبارهنة فيطاغورس العكسية فإن المثلة أف ج قائم الزاوية في أف وهو هذا الضلع واضح قائم الزاوية في أف جيد إذن ندوزو التمرين الموالي اللي هو التمرين الثاني عندنا هذا الشكل هذا إذن مباشرة منكم نشوفوكم نعرفها سيرة في مبارهنة طاليس في الشكل الجانبه لدينا عدي هذا الضلع هذا MN يوازي EF كيوازي EF إذا علمت أن هذا الضلع كأكساوي أربعة وكأنك يساوي ثلاثة MN كساوي أستا EF كساوي أثمانية فاحسب قيمة المسافة كأم وكأف إذن هناك سنطبقوا مبارهنة طاليس المباشرة ولابد أن تطبيق ذي لها أنه بينا ما يلي إذن نقول لدينا في الشكل الجانبه هذا الشكل هذا كأتنتمي إلى FN كأتنتمي إلى FN وكذلك كأتنتمي إلى EM إذن بينا أن كأتنتمي إلى الضلع وكذلك كأتنتمي إلى الضلع هذا وكذلك عندنا أعطانا في المعطاية أن MN كتوازي EF إذن بما أنه عندنا هاتجو الشروط إذن حسب مبارهنة طاليس المباشرة إذن الآن عدي الحق نطبق مبارهنة طاليس المباشرة إذن نرى كأم على كأ كيساوي كأم على كأف كيساوي أم أين على أف مباشرة نطبقها إذن نعطيك كل القيمة من هادو اللي يعطاني هنا العدد عسلقالي كأم وكأف اللي هم اللي طلب مني نحسبهم إذن أولاً عنا بدأوا نحسبه كأم كأم على ربعة نعتمد هذي كأم هذي مع هذي كأم على ربعة كيساوي 6 على 8 هذي لأنها درا إيقاليتي إذن كأم كيساوي 4 ونضربه في 6 على 8 كيساوي 24 على 8 كتساوي 3 واضح؟ إذن هذي ضربنا هنا جيد عنده زو نحسبه كأف إذن لدينا 3 على كأف كيساوي 6 على 8 إذن هذي كأف عن طلعه هنا وهذي نزل هنا وهذي نطلع واضح؟ إذن هذي ثمانية ثلاثة لأنها تمي طلعه هنا وستان زلت لتحت وطلعت في البصة كأف إذن كأف كيساوي 24 على السستان اللي هي هي ربعة إذن السؤال الثاني لاحظ الشكل الآتي هذي الشكل هذا وعندنا هذي المعطايات قل لك أثبت أن أف متوازي مع أطبي إذن سنطبق مبارنة الطاليس العكسية وباش نطبقها خصنا أولاً نبينه أن هذي أف كتنتامي لأسي ذون كشي اللي كتنتامي لها ثم أ تنتامي إلى بي سي مزيان وكذلك هذي المستقيمان أ سي و بي سي كتقاطعوا في نفس النقطة ما زال خصناً نبينه أن هذي المسافة سي أ على سي بي كتتساوي سي أف على سي أ إذن بيينها إذن المستقيمان متوازيين ولدينا سي أعلى سي بي أي سي أعلى سي بي كتساوي إذن سي أ هي 12 سي بي هي 15 إذن عتساوي 4 على 5 فكتنا هذا العدد إنه 4 على 5 ثم نحسبه سي أف على سي أ إذن هي سي أف على سي أ هي 8 سي أف هي 8 والسي أ هي 10 إذن هي 4 على 5 إذن أحنا لقينهم متساويين إذن سي أعلى سي بي كي يساوي سي أف على سي أكي كي يساوي 4 على 5 بما أن هذي المسافتين متساويتين وبما أن النقطة المستقيمية سي وأو و بي سي أو بي عندها نفس الاستقامة سي أف أ إذن حسب مبورة النطاليس العكسية فإن أف يوازي أ أب إذن هكا كيفاش كانتبت أن واحد المستقيمين أراهم متوازين بتطبيق مبارهنة طاليس إذن التمرين الثالث أولا قارن ما يلي عدنا 8 جذر جوج و 7 جذر ثلاثة هذنما اللي نقارنه أولا ثم من بعد غدا نستنتجو المقارنة دي لهذا العددين هذن إذن أولا باش نقارن 7 جذر ثلاثة و 8 جذر جوج إذنك نلاحظ أن هذا الجذر هذا العدد اللي عندي هنا كيخالف هذا العدد وبالتالي دي من في ميك اللقاء مقارنة جذرين عندي هذن العدد كيخالف هذا العدد هذا و كذلك هذن كيخالف هذا إذن لابدنا رفع هذن العددين كيلوهما أوكاري إذن عنا نشوف 8 جذر جوج أوكاري هي 128 7 جذر ثلاثة أوكاري هي 114 إذن شكي بلية كي بلية أن 128 أصغر من 147 وهذا 128 كينار هي 8 جذر جوج أوكاري أصغر و كاري وبما أن هذن العددين موجبين إذن ف8 جذر جوج أصغر قطعا من 7 جذر ثلاثة واضح جيد ثم نمر الآن إلى الاستنتاج دي المقارنة دي هذن العددين اللحظوا معي هذن العددين عندنا هنا 6 على 9 زائد 8 جذر جوج وهنا عندي 6 على 9 زائد 7 جذر ثلاثة إذن هنا قارنت هذا العدد هذا مع هذا إذن أول حاجة نعلم أن أو لدينا 8 جذر جوج أصغر قطعا من 7 جذر ثلاثة إذن عندنا هذه إذن أول حاجة نضيفه له تسعود إذن نضيفه هنا تسعود ونعنضيفه تسعود يعيبقى هذن أصغر 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 كيمية إذن زائد 9 هنا وهنا زائد 9 إذن هي 9 زائد 8 جدرجوج أصغر قطعاً دائماً من 10 زائد 7 جدرج لأننا ضفنا عدد ما غدت تغيير الرمز ما غدت تغيير ثم غننتقلوا لمرحلة الثانية هي أننا نقسمه 1 1 نقسمه على هذا العدد إذن هنا بما أننا نقسمه 1 على هذا العدد إذن نحتاجه نقلبه الرمز إذا كان هنا أصغر أقوله هنا أكبر إذن 1 على 9 زائد 8 جدرجوج أكبر قطعاً من 1 1 على 9 زائد 7 جدرجوج إذن لا بد هنا من قلب الرمز ثم غنضربه في 6 بما أننا نضربه في عدد ما كيتغيرش ما كيتغيرش الرمز إذن نضربه في 6 في الطرفين إذن على الصباح 6 على 9 زائد 8 جدرجوج أكبر دائماً قطعاً من 6 على 9 زائد 7 جدرجوج واضح؟ إذن هذه هي طريقة وإحنا بتقرننا هذه العددين كل سهولة جيد نمر إلى السؤال الثاني في التمرين الثالث إذن عدنا A و X عدداً حقيقياً بحيث X ناقص A كيساوي ناقص 11 جدر 11 قارن A و X إذن المطلوب منين قارن X و A إذن لدينا لدينا ماذا؟ لدينا X ناقص A كيساوي ناقص 11 جدر 11 و نعلم أن ناقص 11 جدر 11 رأي أصغر من السفر لأن هذا عدد سالب وهذا عدد موجب جيداً عدد سالب مدروف عدد موجب رأي عدد سالب إذن هذا العدد رأي أصغر من السفر إذن لك أن هذا العدد أصغر من السفر إذن رأي X ناقص A أحتوي يكون أصغر من صفر لأنه يساوي هذا العدد هذا إذن وبالتالي فإن X أصغر قطعا من A يعني أدوزنا الجلخ واضح ولا بما أن X ناقص A أصغر من صفر إذا رابينا أن X أصغر من صفر واضح أصغر من A إذن هذه هي الطريقة دي المقارنة ثم ننتقل إلى السؤال الثالث ليكون X و Y عددان حقيقيا بحيث X محصور ما بين 6 و 7 و Y محصور ما بين ناقص نتابعوه ناقص 5 و ناقص 4 أضطر ما بين إذن أولا نقل لي أضطر X أكاري إذن هنحتاج فقط الهاد تأطير هذا إذن نؤطر X وسئتنا الأول إذن عدنا X محصور ما بين 6 و 7 إذن إلا رفعت X أكاري خلتنا نرفع حتى هالطرفين أكاري إذن هي 6 أكاري أصغر عبقى دي أمن رمز كما هو لأننا منك نرفعه أكاري كيبقى رمز كما هو لأننا نكن نضربه في نسل عدد هو موجب X أكاري أصغر قد أصغر أو تساوي 7 أكاري واضح؟ مزيد إذن هنا هي 36 X أكاري هنا 49 هذا هو التأطير دي الأX أكاري بكل سهولة سواء كانت X أكاري ولا Y أكاري نفس الطريق نمر إلى تأطير X زائد Y بكل سهولة عندنا X وعندنا Y هاية X وهاية Y إذن نجمعه X زائد Y نجمع هذا مع هذا ونجمع هذا مع هذا هاي 7 زائد ناقص 4 رأي ناقص 4 وهنا 6 زائد ناقص 5 رأي 6 ناقص 5 إذن هنا أعطينا 1 وهنا 7 يبقى ما كان غيروش الرمز في حالة العملية للجمع واضح؟ ثم نمر إلى تأطير ناقص Y إذن ناقص Y عندنا Y محصور ما بين ناقص 5 وناقص 4 إذن نضربه في ناقص 1 إذا ضربنا في ناقص 1 خسنا نقلبه الرمز إذن الأعداد ولا نقلبه الرمز ولكن نحن نقلبه الأعداد إذن ناقص 4 كانت عندنا هنا أتولي هنا ناقص 4 في ناقص 1 هي 4 أتولي هنا 4 وهنا كانت ناقص 5 أتولي 5 دائماً مني نضربه في حالة العدد السالي خسنا نقلبه الرمز أو نقلبه الأعداد جيد استسمح إذن نؤثر X ناقص Y إذن إحنا سبق ما نقبل أننا أطرنا ناقص Y إذن مباشرة فحالي نديره عملية الجمع هذه ناقص Y قعدنا هي 4 ناقص 5 نفترضه هنا إذن يكون معطاناً أطر ناقص Y كله بدنا ندزل من هذه المرحلة نحسبه على المصرورة هذه المرحلة واضح؟ إذن X ناقص Y مباشرة أنا غنجمعهم إذن هي 6 زائد 4 X ناقص Y 7 زائد 5 كثير من التلمين هنأقول لك على شخصة إحنا عندنا ناقص هنا ودنا نحن الزائد لأننا هنا عندنا ناقص Y واضح؟ بحالي X باش نحصلوا عليه X ناقص Y عنده X زائد ناقص هذه Y هذه لأن Y هنا عندنا ناقص إذن إحنا بدلنا عملية الجمع إذن 6 زائد 4 هي 10 و7 زائد 5 هي 12 نمر إلى تأطير X على Y إذن عندنا X ما عندناش معها مشكل نخليها كما هي لكن Y عندنا محصورة ما بين ناقص 5 وناقص 4 لكن إحنا بغينا 1 على Y وعادتما نضربه في X إذن باش تولي عندنا 1 على Y إذن خصاً قلبه قد تعدنا هنا ناقص 4 تولي هنا وناقص 5 تولي هنا إذن قلبنا الأعداد إذن 1 على 5 ناقص 1 على Y أصغر من أو يساوي 1 على 4 واضح جيد ثم نتميم إذن قد نضربه في X إذن X منضربه في ناقص 1 على Y هي ناقص X على Y إذن هنا نضربه 6 منضربه في 1 على 5 هي 6 على 5 وهنا 6 منضربه في 1 على 4 هي 6 على 4 ثم هنا باش إحنا بغينا نقطره X على Y من شي ناقص 1 من شي ناقص X على Y إذن عن ضربه في ناقص مني عن ضربه في ناقص 1 إذن عن قلبه إذن عن تولي هنا 6 على 4 وهنا 6 على 5 جيد نقطر X في Y تقطر للX في Y نفس طريقة إذن نشده X ونضربه في Y إذن ناقص Y لذن عن تولي هنا سنゔل بال سنقص X على 5 في ناقص 1 سنقص Y سنقص Y ومن تطرل إذا 6 في 4 أصغر من X سنقص Y إذن عن تقص X على 2 من هنا نضربه العددين واطهنا صغير ناطع 65 عن قلبه واطهنا وحاص وضع 20 تش snail i 88 عدنا يعطي 7 أصغر أو ووH8 ثم نقطر y 8 ثم نبدأ بتأثير واحد على ثلاثة ثم نبدأ بتأثير واحد على ثلاثة ثم نضربه 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 نضع عليهم سبعة جيد إذن هالشي اللي غنديرو نبدو بتقطع ايكس إذن هيا نقص تسعود ايكس ثم عندوزل ايكريك اوكاري شوط الطريقة يعني الطريقة بسيطة لدينا نضيع فيها الوقت نتمنى تكون الأمور واضحة وبالتوفيق ولكن أي سؤال مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة